السلام عليكم و شاء الله تكونوا على خير مع اقترب الشهر الفاضل الذي يدخل عليكم في صحيحة و السلامة يا ربي سوف نحضر معكم هذه البسطلة و الأمسي مينات مربعين كي جولدات بزاف بحشوة ديدة و كذلك بواحد العجين من قرمش لا تفرقوش على ورقات البسطلة كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم و شون تعرفوا على المكونات بمطاريقات الحضار على بركتي الله سوف نحضر العجين اللي سوف نحتاج له 400 جرام منطقيق مايو عادي 4 كيسان مع 100 جرام من الفينو أي سميد ناعم مايو عادي الكأس سوف نضيف عليه معلقة صغيرة من الخاميرات الحلويات معلقة صغيرة من الملح و 4 معلقة صغيرة من الإبزار مع معلقة صغيرة من الموطر ضروري أنكم تنسموا العجين بأي ملاكية اتحبون العجن و نحمي الان و نعجنم بالماء لأن الجو ساخن سوف العجن نقوم بشكل أشغر إسفاق طريق نضيف كمية بكمية الماء نقوم بشكل أشغر ندخل من الجو و ممكن أن تعجن معلقة صغيرة بشكل أشغر نستطيع الأشغر نشغر هذه الأسفة اضيفه كمية بكمية اضيفه كمية بكمية ثم عiver الوضوية لا نقوم بالدخول ارتاح 5 دقائق ارتاح 5 دقائق ارتاح 1 دقائق اضحن 1 كم اضحن الزيت اضحن 1 دقائق نضيف قليل من الزيت ونضيف قليل من الزيت ونضيف بصلة كبيرة كقطعة صغيرة ونضيف نضيف ملحة صغيرة مع مرش من ابزار ونضيف مكونات خرين نضيف ملحة من الأول ونضيف حشوة في القيز في الملوحة نضيف قليلها قليلا ونضيف قليل قليل نضيف لها قطع الدجاج بطبيعة الحشوة نشارك الحشوة نحتاج البابريكا خرقم بلدي كمون من كتروج بودرة الكروفيت و توابل بطبيعة الحلقة نضيف لها قليل من ثوم المجفاف نقل الدجاج مزيان مع توابل نضيف قليل من صلصة السوجة بالنسبة لها استعملت صلصة السوجة يعني تقريبا معلقة كبيرة عامرة بطبيعة الحال إذا استعملت صويا سوس تكون خفيفة ستستعملوا جمعة كبيرة و بطبيعة الحال إلا ما كانش متوفرة عندكم نضيفوا غير شوية ديال مركز طماطم أنا هنا يضروري خسني نضيف مركز طماطم لأنك يعطيتها واحد المدقة لي وزوين هنا كيف مكلة حتو اغطيت عليها و غاد نضيف مركز طماطم نضيف مركز طماطم كيف ملاحظ هذه الحالة نضيف مركز طماطم لاحظت على المركز طماطم نضيف مركز طماطم الحامض المصير قطعتها صغيرة واحد ما يلقى صغيرة من الهريسة حسب الرغبة ممكن انكم تستغنوا عليها هي في صراحة الهريسة تزيدك تعطي واحد الماء تقصوين في جميع الحشوة نضيف شوية زيتو اللي قطعتها قطعتها صغيرة ونضيف الشعرية من نسبة لي ناس شعرية استعملت شعرية على القارس اللي من قبل درتها في الماء دافئ وضعتها حتى حسيت بها انها اطرخت وقطعتها وضفتها في الحشوة كيفما تلاحظوا انا اني ما زال قليتها مع الحشوة اما اللي استعملتها من قبل في ماء ليه وصخون ما عارسش انا كتجيني من كتوقية تقليها معاك بحالك تتعجن ما ما كتجيش زوينة ما كتجيش واقفة هنا راطفت على النار وضفت شوية ديال قصبور ومعدنوس نضيف شوية ديال قصبور ومعدنوس انا اخذت الكورة اللولانية وحاولتها نسرحها على شكل مربع وكننا اخذ شوية ديال الزبدة لدو بتاعتها تخلصت من ذاك الحليب اللي كيكون فيها وضفت له واحد القليل من شوية ديال الزيت نضيفها كلما كان طويل كلما كان ومعدنوس نشكله على شكل مسيمنا نبقى على نفس طريقة حتى نكمل مسيمنات كامل اللي عندي نظمة الحشوة قبل شكلتها يشكلتها وقياس المسيمنات وضروري أن الحشوة تكون بردئ اخذت بطاعة النبيات يشكلتها المسيمنات اخذت المربع مربع نبسطها نحن نحن نبسط جوانب نحن نبسط جوانب نحن نجمع جوانب نحن نجمع جوانب انغليط مزين نحن نجمع جوانب نجمع جوانب جاءت ايها كنيشة لا جاءتش برقة غليظة بالعكس جاءت عادية وبطبيعة الى حالة كانت عندكم العجين كتير ممكن انكم تزوله سنبقى على نفس الطريقة حتى نكمل بصير ثلاثة كاملين واحد الملاحظة اللي استعملتوا الشعرية العادية الشعرية الصينية من الأفضل انكم نديروها في الماء لكي يكون بارد لكي تبقى واقفة باش يلا دفتوها يلا دفتوها في الحشوة وبقيتو كتقليوها مع الحشوة كتجي من اسما ما كتتعجنش لكم كتجيكم واقفة وكتجي بحالة بحالة مفرقة يعني ما كتجيش معجنة ولا مدكسة بالعكس كتجي مقادة عكس شعرية الاروز انا دفتها في الماء اني ودافي انا راقحت سنكمل العجين كامل وسوف أعطلها وومد فقد تكون مباشر كتا شوطها الجنة نحاول إستغراء بيشار أصابع لكي تفصيل مقادة نحاول ثم نضيف زيج و 4 معلقة صغيرة من البابريكا نضيف زيج و 4 معلقة صغيرة من البابريكا نضيف زيج من البابريكا نضيف زيج من البابريكا نضيف زيج من البابريكا نضيف زيج من البابريكا كبيرا نضيف زيج من الزيج نضيف زيج مع زيج والبزار نضيف فرن يكون حسنا فرن يكون حسنا من الأسفل والأعلى من بعد دخلت له البسطلة و دخلت له خمسة دقيقة بقى النار مرتفعة من بعد نزلتها على مئو سبعين درجة و اضفت على الفق و دخلت غير تحت حتى انهم تنفخوا وتحمروا من الجواني بعد شعلت الفق بالنسبة للفرن الغاز ستشعلوا لي حتى كيس خن زيان غير من الأسفل و من بعد دخلت له البسطلة دخلوا النار تكون مفستة من الأسفل حتى يتحمروا لكم اجعلوا النار قليلة من الفق و لا تكثروا النار من الفق حتى يتورق لكم و كيف لاحظوا لكم تقرميشة يزوي و خفيفة كأنها بحل ورقة البسطلة تتقرميشة و لا تتوضح كل شي و بالنسبة للفرن يجب أن يكون تقرميشة اتمنى أنكم توفقت و بالقليل في الشرح و لقيتم معي حتى لقيتم الفيديو شكرا بزافة على المتابعة و دعمتم في امان الله و الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة شكرا